اشتدت الدغوط الناتجة عن التباطل الاقتصادي المحلي لكن لا يزال يحافظ على النمو الاقتصادي عضو المجلس الوطني للمؤتمر لاستشارية السياسية لشعب السيني والخبير الاقتصادي لين ايفو متفاعلون بالنمو الاقتصادي السيني في سنوات الخمس المقبلة الوضع الاقتصادي الدولي لا يزال متراجعا ولكن اعتقد عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والخبير الاقتصادي المعروف لي ييفو ان سرعة النمو الاقتصادي الصيني تعتمد الى حد كبير على وضع الطلب الداخلي خلال السنوات الخمس المقبلة كما اشار لي ييفو الى ان وضع الاستثمار والاستهلاك في البلاد جيد فلا يزال النمو الاقتصادي الصيني يحافظ على سرعة متوسطة او عالية خلال فترة الخطة الخمسية الثالسة عشر في حالة بذل الجهود لحل المشاكل الراهنة الموجودة ندينا لكثيرا الفرص الاستثمار الجيد وكذلك الموارد الجيد والله استخدمنا هذه الظروف الملائمة واستخدمنا هذه الاستثمارات اساسا في تحسين قوة الانتاج هكذا امكن ان نخلق فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين وبعد زيادة الدخل فلاستهلاك سيحافظ على معدل النمو المرتفع نسبيا ومن خلال استخلال هذه الظروف المواطية اعتقد ان النمو الاقتصادية بمعدل 6.5% محتمل احتمالا تاما وطبع هذا يحتاج الى جهودنا ترجمة نانسي قنقر